تصدر محكمة جنايات بنها اليوم حكمها على عبدالله نجل رئيس المعزول محمد مرسي المتهم فيها بتعاطي مخدرات كانت المحكمة قد أجلت محكمة نجل مرسي وصديقه محمد عماد لندب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وكانت النيابة قد أحلت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهمة حيازة مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي في واقعة ضبطهما في مطلع الشهر وبحوزتهما سيجارة حشيش داخل سيارة بمدينة العبور كما تنظر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب رد محكمة جنايات القاهرة في قضية مذبحة كرداسة التي راح ضحيتها أحد عشر من ضباط وأفراد الشرطة العام الماضي ويواجه المتهمون البالغ عددهم مئة وثمانية وثمانين شخصا اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس الماضي عقب فضل اعتصامي رابعة والنهضة وقتل أحد عشر ضابطا وفردا من قوة المركز وتمثيل بجثث الضحايا والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين نتحول إلى شأن مختلف حيث ناقش الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري مع نظيره السودانية معتز موسى عبدالله سالم قضايا المياه وأزمة سد النهضة الأثيوبي وأحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري فإن السودان تعهد خلال الاجتماع باتخاذ بعض الخطوات بعد دول حوض النيل كما تمت مناقشة كيفية دفع العمل بالاتفاقيات الثنائية وتطويرها من الناحية المؤسسية والإدارية والفنية وتفعيل دورها في عملية التكامل بين الدولتين في السودان ستكمل مصر على ما يبدو المحاولات لحل أزمتها مع سد إثيوبيا المثير للقلاقل الخرطوم التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي في طريق العودة من القمة الأفريقية الإسبوع الماضي الخرطوم التي تملك ولو قدرا من مفاتيح الحل للأزمة التي يسببها سد النهضة يزورها الآن بعد السيسي وزير الرئي حسام المغازي حيث يناقش قضايا مختلفة لن تغيب بالتأكيد مساع مصرية حثيثة لإعادة المفاوضات مع إثيوبيا بشأن أزمة السد ولعل السودان مقبل على لعب دور في هذا الملف واستكمالا للتحركات الدبلوماسية ففي أول زيارة خارجية لوزير الرئي منذ توليه المنصب وصل المغازي إلى الخرطوم لبحث استئناف المباحثات مع الجانب الإثيوبي السودان الرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول حوض النيل تعهد ببذل جهد أكبر لتقريب وجهات النظر بين البلدين كوسيط يلعب دورا ليس بالهي بين دول المصب وحسب بيان لوزارة الرئي المصرية بعد الاجتماع فإن مغازي سلم لنظيره السوداني دعوة لحضور اجتماع ثلاثي بالقاهرة سيعمل على التحضير والإعداد للتحرك المستقبلي فيما يتعلق بسد النهضة في ضوء البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية التي عقدت على هامش القمة الإفريقية في ملابو وقد رحب الجانب السوداني بالدعوة هكذا فتح فصل جديد في العلاقات بين مصر وإثيوبيا علاقات لا يحكمها فقط السياسة والمصالح الاقتصادية بل تاريخ وخصوصية ونهر يعد شريان حياة بين البلدين آية عبد العزيز النهار اليوم نشرتنا مستمرة معكم من النهار اليوم وفيها بعد الفاصل المخترعون الصغار من يحميهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة